للمزيد ينضم إلينا رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة سيد النمس أهلاً وسهلاً بك ماذا عن خريطة الاستهدافات المتتالية التي هي تقريباً لها صفة الاستمرارية والديمومة لمرافق القطاع الصحي في قطاع غزة وتحديداً بعض المنشآت التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أهلاً بكم حقيقةً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وللأسف الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف المنظومة الصحية بشكل عام ويتعمد إلحاق الأذى في المستشفيات العاملة وفي الكوادر الصحية والإسعافية والإنسانية على وجه الخصوص ونحن في الهلال الأحمر الفلسطيني وكوننا أحد مكونات هذا الشعب الفلسطيني نتعرض لما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تم استهداف العديد من مقرات الجمعية ومنشآتها ومراكز الإسعاف التابعة لها وخصوصاً في مناطق غزة وشمالها وأيضاً تم استهداف عدد من عربات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أدى ذلك إلى استشهاد أكثر من ستة منصعفين وهم على رأس عملهم إضافة إلى إصابة العشرات وخروج أكثر من 13 هذه الحصيلة الجديدة التي تضاف إلى العدد السابق سيد النمس؟ صحيح هذا منذ بدل العدوان يوم أمس تم استشهاد أحد متطوعي الصحة النفسية التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تلحق الأذى والضرر في انتهاك لجميع المواثيق الدولية التي تحرم استهداف مقدمة الخدمات الصحية والإنسانية خلال الفروب والمنازعات نهيك عن مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف البيوت الآمنة وما يخلفه هذا من ارتفاع في حصيلة الشهداء والجرحة وهذا ما يصنع تحديات جديدة للمستشفيات العاملة والتي الآن تعاني من نفاذ الوقود في أغلبها وشحن في المسلزمات الطبية والأدوات الجراحية بالإضافة إلى تكدس المرضى في جميع أقسام المبيت وغرف الإنعاش وهذا بدوره يعني يهدد بحياة الألاف من المرضى ويتطلب تدخلا أمميا عاجلا من أجل إنقاذ الوضع الصحي هنا سيد رائد كنت معنا قبل أيام وكنت تطلق نداء أمميا للتحذير من مخاطر انهيار المنظومة الصحية بالكلية في قطاع غزة ليس فقط في مناطق شمال القطاع ولا في مدينة غزة هل تغير شيء؟ هل حدث أي تفاعل معكم من جانب الصليب الأحمر الدولي من جانب أي من المنظمات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تقدم يد العون لكم؟ للأسف ورغم تنصيقنا المتواصل مع جميع المنظمات الدولية وجميع الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والإلال الأحمر على مستوى العالم وإطلاق جميع هؤلاء الأصدقاء والشركاء أيضا قرارات ونداءات استغاثة ومناشدات من أجل وقف هذه الاستهدافات سواء للمدنيين أو للمنظومة الصحية في قطاع غزة إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع هذه المناشدات وهذه التدخلات ويواصل اعتداؤه على جميع مقدمي خدمات الصحية والإسعافية حتى مساء يوم أمس كانت النقطة الطبية التي أنشأتها جميع الهلال الأحمر الفلسطيني في شمال غزة بعد توقف جميع المستشفيات العاملة هناك تم استهداف وتم محاولة الحاق الأذى والضرر بالتواقم العاملة والذين يبلغ عددهم تسعة أفراد ما بين مسعف وممرض وطبيب ويعني بشكل عام هناك الآن أكثر من 290 شهيد سقطوا أثناء تهديات واجبهم من الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف وبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية للأسف تتواصل والضحية هم المدنيين ومقدمي الخدمات الإسعافية ترجمة نانسي قنقر